مرحبا بكم مشاهدين الكرام في حلقة جديدة من جواب قاطع اليوم سنتحدث في ملفين وهما يصباني في نفس القضية وهي تحرير الموصل الملف الأول الذي سنتحدث فيه ما التحضيرات التي قد تكون هي موجودة وحاضرة اليوم على أرض الواقع من أجل تحرير هذه المدينة وكيف تعامل المجتمع الدولي مع موضوع تحرير الموصل خصوصا بعد الحديث الذي جاء وتصريحات من خلال الحكومة العراقية بداية نرحب بضيفي السيد أثيل النجافي قائد الحجد الوطني لتحريرنا ومرحبا بك سيد أثيل أهلا وسهلا قبل أن نتابع هذه الحلقة فنشاهد عن أبرز النقاط التي ستكون موجودة في هذه الحلقة موسيقى 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 إذن أجد الترحاب يا سيد أثيل النجافي سيد أثيل يعني فنبدأ من آخر حديث تحدثت به الحكومة العراقية لأن هناك من خطوة قادمة ستكون بعد تحرير الرمادي ستكون هي تحرير الموصل برأيك هل اليوم هناك من اكتمال لكل العناصر التي يمكن أن تكون حاضرة لتحرير محافظة نينوة الحقيقة الحكومة العراقية لم تكمل استعداداتها بعد لموضوع تحرير نينوة الذي لديها لحد الآن هو قيادة عمليات نينوة قيادة عمليات نينوة ليس لديها قوة قتالية موجودة كل الموجود هو حوالي 100 مقاتل أو جندي لحماية قيادة العمليات ولخدماتها الاعتيادية لكن هناك قوات موجودة في بغداد من المؤمل أن ترسل إلى منطقة مخمور خلال فترة قصيرة وتكون هذه القوة العراقية الوحيدة المشاركة في عملية تحرير نينوة بقية القوات الموجودة سواء كان من قوة الحشد الوطني أو قوة البيشمرقة فهي موجودة أيضا وعلى مسافة أقرب إلى الموصل من القوة التي يمكن أن تتواجد فيها قوات الجيش العراقي الذي سيأتي من بغداد يعني قوات الحشد الوطني وقوات البيشمرقة على أبواب مدينة الموصل أطرافها القريبة جدا يعني مرء النظر من مدينة الموصل في الوقت الحاضر لكن المنطقة التي يمكن أن يتواجد فيها الجيش العراقي ستكون على مسافة أبعد قد يكون توجهها إلى منطقة أخرى قبل أن تصل إلى مدينة الموصل طيب سيد أثير يعني هناك أكثر من شخصية سياسية وحتى مراقبين أشاروا إلى أن المعركة في الرمادي قد تختلف تماما عن المعركة في محافظة نينو وذلك للكثافة السكانية في داخل المحافظة من جانب آخر أيضا مساحة المحافظة الكبيرة وأيضا بعد القوات الأمنية أو القوات التي قد ترون بتحرير هذه المحافظة من الأقرب اليوم هل القوات البيشمرقة والحشد الوطني يعني الذي أنت قائده أم القوات العراقية يعني أقصد بالقوات الحكومية التي قد تأتي إلى محافظة نينو من هو الأقرب لخطوات التعامل مع داعش في محافظة نينو وبالتأكيد سيكون هناك تعاون يعني نحن لا نقول أننا نستطيع الانفراد بهذا العملية أو أن الجيش العراقي الذي سيأتي إلى منطق أخرى سينفرد بها هذه العملية يجب أن تكون من عدة محاور وكل قوة يمكن أن تتوجه من محور معين لكن أنا كما قلت القوات العراقية الآن غير موجودة في المنطقة وهي بحاجة لكي تتواجد في المنطقة وذلك بالتنسيق مع إقليم كردستان أو قيادة إقليم كردستان لأن وجودها سيأتي إلى أرض تتواجد في قوات البيشمرقة حاليا فهذه النقطة التي يجب أن تحلها زالت لحد الآن لم يتم الاتفاق على حجم القوة التي ستأتي ومناطق تمركزها لكن من الناحية الثانية قوات الحجد الوطني وقوات البيشمرقة متواجدة وجاهزة نحن لدينا التنسيق مع التحالف الدولي والتحالف الدولي يجب أن يكون مشارك للجميع في هذه العملية لأن كل هذه الجهات سواء كنا نحن أو قوات البيشمرقة أو الجيش العراقي يحتاج إلى الإسناد من التحالف الدولي الغطاء الجوي والإسناد المدفعي كلها نحن بحاجة إلى هذا التحالف الدولي بدوله المختلفة ليكون حاطرا معنا ولكي يسد هذه القوات طيب يعني برأيك تعدد القوات التي قد تأتي لتحرير محافظة نينوة هل يمكن أن يؤدي ذلك إلى أرباك؟ مثلا اليوم نتحدث عن قوات أمنية عراقية وممكن أن يكون هناك من حشد عشاري الحشد الوطني قوات البيشمرقة وهناك من حديث عن قوات تركية كل هذه الجوانب هل يمكن أن تؤدي إلى أن يكون هناك من لبس معين يكون هناك من تشتيت في القيادة هناك في أربيل الآن غرفة التنسيق المشترك هذه غرفة التنسيق المشترك يتواجد فيها التحالف الدولي ويتواجد فيها البيشمرقة وممثلين من وزارة الدفاع العراقية وهذه الغرفة هي التي تنسق مع جميع الجهات وبالتالي القيادة والسيطرة ستكون من هذه النقطة وسيكون لكل جهة مهامها التي تقوم بها وليس هناك فوضى في التوجه أو أن كل جهة ستتوجه من قبلها هذه القيادة وقية التنسيق كل الجهات التي يمكن أن تشارك في المعاك يجب أن تخرج من هذه البودقة إذا كان هناك جهات أخرى غير منتظمة تريد أن تدخل أو تربك هذه الوضعية ونحن نتوقع ما تقصد سيد أثيل بالجهات غير منتظمة؟ أنا أقصد أنه بعض نخشى من بعض حشد الشعب ليس في مكان قريب من الموصل ولكن نحن نتخوف من قوات البككة أن تحاول لديها بعض الفئات المتواجدة على مسافة قريبة ليست بعيدة كثير نتخوف من أن يكون دخولها بقصد إرباك هذه المعركة أو بقصد تحقيق شيء قد يتسبب بإحداث فتنة ولهذا علينا أن نحذر من تحرك أمثال هؤلاء في هذه العملية طيب يعني عمية التحرك هي تكون في محاولة لزعزعة الأوضاع أم أنها تحاول أن تشارك لكنها لن تستطيع أن تقوم بعملية إيجابية؟ المخاوف هي ليست في عملية محاربة داعش بذاتها بل فيما بعد محاربة داعش أثناء دخول الموصل هو يجب أن تكون القوة الماسكة للأرض هي قوة مقبولة من أهالي الموصل وأن لا تخلق نوع من الفتنة أو الإرباك ما بين أهالي الموصل وهذه القوات المشاركة فنحن وجودنا عامل أمان كبير بالنسبة لكل القوى التي تنسق معنا لأننا القوى الأكثر تنسيقا وتواجدا مع أهالي مدينة الموصل وأهالي مدينة الموصل يعرفون قواتنا ويعرفون الضباط المشاركين في قوتنا فردا فردا ومعرفة شخصية وهناك في داخل الموصل أيضا لدينا مؤيدين سيلتحمون بهذه القوة أثناء العملية أثناء بدء العملية ونحن نقول الحشد الوطني هو الأكثر تنظيما في داخل مدينة الموصل فبالتالي القوات الأخرى التي ستنسق معنا سيكون أيضا داخلة في مثل هذا التنظيم والتنسيق أعتقد قوات البيشمرق أيضا لديهم بعض التنسيق في داخل مدينة الموصل لكن القوات الأخرى المتواجدة لا أعتقد أن هناك تنسيقا منظما داخل مدينة الموصل ما عدا بعض الخلايا الاستخبارية التي تعطي مثل هذه المعلومات الخشية إذا سماحت الخشية هو أن تكون هناك قوة خارجة عن هذا التنسيق تقوم بخلق فتنة في داخل مدينة الموصل ما بين أهالي الموصل وما بين هذه القوات الداخلة طيب يعني أيضا من جانب آخر كان لدي هناك بعض المراقبين من أهالي محافظة نينو كانوا داما ما يتخوفون من تواجد الحجد الشعبي في عملية تحرير محافظة نينو لكن هناك اليوم الحجد الوطني قوات البيشمرق قوات أمنية تحالف دولي يعني جهات أخرى هل لا يزال هذا التخوف من الحجد الشعبي أم أن هناك من تغيير بوجهة النظر بالنسبة للحجد الشعبي لا أنا أؤكد أن الحجد الشعبي لن يكون في محافظة نينو وخصوصا يعني الحجد الشعبي بصيغته المعروفة ويعني حسب معلوماتي حتى أن قيادات الحجد الشعبي ليس لديها أي نية حقيقية ما عدا تلك الصيحات الإعلامية التي يستخدمها البعض نغايات سياسية هم ليس لديهم أي نية حقيقية ويعرفون أن الوصول إلى مدينة الموصل يحتاج إلى خطوط إمداد طويلة جدا وفي منطقة غير مأمونة بالنسبة لهم وبالتالي من الناحية العملية والسوقية هذا غير ممكن إضافة إلى أنهم لا يمتلكون الرغبة في أن يكونوا في مدينة الموصل ويعرفون مدى حساسية أهل الموصل من مثل هذه القوة لكن هناك بعض الفئات منهم من تعول على بعض الأفواج التي تشكلت وارتابعة لهم من أهالي نينوة يعني مثلا هناك أفواج تشكلت هم من سكان محافظة نينوة ولكن مرتبطين بقيادات الحشد الشعبي هذه الأفواج هم يسعون إلى دفع هذه الأفواج في المعركة وليس أفواجهم الحقيقية نحن نعلم أن هذه الأفواج أكثرها أيضا لا تستطيع الوصول إلى داخل مدينة الموصل طيب هذه الأفواج التي تتحدث عنها والتي هي اليوم تحت قيادة الحشد الشعبي يعني هل هناك من ثقة متبادلة ما بينها وبين أهالي محافظة نينوة وأيضا ما بينكم أنتم كحشد بطن ما بين هؤلاء الفصائل معظم هذه الأفواج رغبتها أو عملها هو خارج مدينة الموصل يعني مثلا هناك أفواج أو فوج من التركمان من أهالي تلعفر هؤلاء وجهة نظرهم أو يريدون أن يكونوا في تلعفر وليس في مدينة الموصل هناك بعض من أفواج من الشبك الذين يريدون فوج من الشبك يريد أن يكون في منطقة سهنينوة وليس في مدينة الموصل فهذه الأفواج كما أقول تجاهد لكي تكون في تلك المناطق الخارجة عن مدينة الموصل أما مدينة الموصل فلا أعتقد أن هناك من يهتم بالدخول فيها ما عدا أهالي نينوة أو القوة التي تريد أن تمسك الأرض بعد ذلك في الموصل لأنهم يعرفون أن المعركة الرئيسية هي في مدينة الموصل ومدينة الموصل مدينة آهلة بالسكان إذا لم يتقبل أهلها القوة المهاجمة فمن المستحيل يعني على إذا يأتي فوج بستمية وسبعمية وألف وألفين وهناك مدينة بمليونين نسمة ترفضه لا يستطيع أن يعيش فيها ولا دقيقة واحدة لهذا يعني هذه الصورة واضحة لكن حتى التواجد في مناطق الأخرى التي ذكرناها نحن نحتاج إلى عقلانية في التعامل لأن الحقيقة هناك الآن نوع من الثارات ما بين القوة الموجودة سواء كان في تل الأعفر أو في سهل نينوة هناك ثارات ورغبة في الانتقام ما بين أطراف قد وصلت بينها الأمور إلى حد كبير جدا لا بد أن يكون هناك عقلانية في التعامل لأننا نريد نحن أن تتحول هذه المعركة إلى معركة أخثار أو معركة انتقام وإنما الانتقام هو فقط من داعش وليس من بقية الناس الحرب هي فقط مع داعش وداعش أيضا نحاول أن نفككها نحاول أن نضعفها ولا نريد أن ندفع المواطنين أو الذين يخافون من حالات الانتقام أو حالات السلب والنهب لكي يحتموا بداعش خوفا من المستقبل الذي قد يكون مظنما بالنسبة له طيب حسب معلمات المتوفرة لديكم كحشد وطني هل داعش هو متغلغل جدا في مركز محافظة نينوة في الموصل هو متمركز في هذه المدينة بطريقة قد تكون هناك منصعوبة اليوم في عملية الدخول إلى محافظة نينوة مثل ما حصل في الرمادية الكل يعرف لأن هنا كانت من جيوب بعد ذلك تم القضاء عليهم والدخول إلى الرمادي الرمادي قد تختلف تماما عن مدينة الموصل يعني أنا كما قلت تأتمد ذلك على الخطة والقوة المهاجمة والداخلة إلى مدينة الموصل إذا كانت هذه القوة كما نحن نريد أن نضغط بهذا الاتجاه تكون قوة متعقلة تمد الخطوط أولا قبل أن تدخل إلى داخل المدينة تحاول أن تشجع من المواطنين لكي ينتفضوا ضد داعش وإذا يكون هناك تعاوم ما بين هذه القوة الداخلة وهناك ثقة أيضا ما بين القوة الداخلة وما بين أهالي المدينة في هذه الحالة ستكون المعاركة مختلفة كثيرا عن معاركة الأنبار وسيكون هناك يعني أعتقد أن داعش لن يبقى معها أحد بل سيكون هناك جيوب صغيرة من داعشية التي تقاوم أما بقية المدينة فستكون آمنة بأهلها هذه الحالة تحتاج إلى التفاهم والعمل السياسي مع أهالي مدينة الموصل إرسال رسائل الطمأنينة لمدينة الموصل لكن الأهل الموصل الآن هم غافظون لداعش اليوم نحن نجد يوم بعد يوم تشدد داعش مع المواطنين يعني قبل أول أمس ما فعلوه في قرية الحود وهذه الجرائم التي ارتكبوها لمجرد أن بعض الصبية أرادوا أن يخرجوا ليعيدوا عوائلهم من القرية أرادوا أن يعبروا النهر سباحة ويعني في هذا الجو والناس تأذت كثيرا وقاموا بقتل كثير منهم هذه الجرائم التي تقوم بها داعش لا تجعل أحد يعني يطمئن إليها أو يلتحم بها إلا إذا كانوا يخافون من مستقبل أكبر يعني أكثر ظلما أو من عدم وجود معرفة حقيقية بهذه القوة طيب برأيك هل تسرعت اليوم الحكومة العراقية عندما أعلنت إلى أنه بعد معركة الرمادي ستكون هي المعركة الفاصلة في نينوة يعني أنا الحكومة العراقية أطلقت الكثير من هذه الصيحات منذ فترة طويلة وأنا عندما كنت محافظ يعني تقبلنا رأي الحكومة وتبنيناه في فترة من الفترات وكان الموعد أن يكون في شهر نيسان من هذا العام أن تكون المعركة وكانت استعدادات شبه متكاملة ولكن تضح بعد ذلك أن المعركة اتجهت إلى الأنبار وأن داعش استطاعت أن تفتح جبهة الأنبار وتسحب القوات التي كانت مجهزة للموصل إلى الأنبار ثم بعد ذلك السيد رئيس الوزراء في الشهر السادس أعلن أنه قد بدأت تحرك القوات والقطاعات نحو الموصل ولم يكن هناك أي شيء فبالتالي أنا لا أعتقد أن مجرد التصريح بأن تبدأ مع أكتر موصل يجب أن نأخذه نحن بأنه بداية مع أكتر موصل هناك بعض القضايا التي حسب معلوماتي لم تحل حد الآن ويجب أن تحل هذه القضايا وهو التنسيق والثقة مع إقليم كردستان النقطة الوحيدة سيد أثير بما نتحدث عن إقليم كردستان فقط دعني أشرك معي سيد صبح المنداولة متحدث باسم الحزب الديمقراطي الكردستاني مرحب بك سيد صبحي وتتضمي معي من أربيل بداية اليوم هل قوة البيش ماركام لديها من تهيئة كاملة لدخول في حرب تحرير محافظة نينوى أم أنه لا يزال هناك من تحسس سياسي ما بينه وبين الحكومة المركزية في هذا الملف أهلا وسهلا بك تحية لك ولي ضيفك الكريم في البداية أنا لست متحدثا باسم الحزب الديمقراطي الكردستاني أنا عضو في الحزب الديمقراطي الكردستاني طيب كما تعلمون قوات الفيش ماركة حققت الكثير من الانتصارات وكسرت شوكة داعش حقيقة ومهدت الطريق لتحرير باقي المدن العراقية الفيش ماركة اليوم أصبحت ركيزة مهمة من ركائز الانتصار على داعش وهزيمته وهذا ليس فقط برأينا وإنما حتى المجتمع الدولي أيضا وصل إلى هذه الحقيقة الفيش ماركة استطاعت أن تقوم بعمليات كبيرة رغم كل المصاعب الكثيرة التي تواجهها من أزمة اقتصادية ومن حتى الحكومة في بغداد لا تقدم أي مساعدة إلى قوات الفيش ماركة رغم كل ذلك الفيش ماركة استطاعت أن تحقق الكثير وهي نفسيا ومعنويا قادرة طبعا بتعاون الآخرين خاصة التحالف الدولي وأيضا بالاتفاق مع حكومة الاتحادية في بغداد هناك غرفة عمليات مشتركة وهذا من الممكن التواصل إلى تفاهمات واتفاقات حول عملية تحرير نينوة طيب قوات الفيش ماركة اليوم هل هي لديها من تحسس بقياداتها في أقليم كردستان من تحسس بالنسبة لمشاركة في عملية تحرير نينوة ما بينه بين الحكومة المركزية هناك أكثر من ملف قد يكون هو جزء من العراقيلة التي قد تقف ما بين الحكومة المركزية وحكومة أقليم كردستان بالتأكيد حكومة أقليم كردستان وإقليم كردستان بشكل عام لا بد أن تكون هناك أرضية مشتركة لا بد أن تكون هناك تفاهمات مسبقة تعرف أن عملية تحرير نينوة ليست عملية سهلة عملية تحرير نينوة تحتاج إلى تفاهمات وإلى حتى ما بعد التحرير ماذا سيحصل هناك أراضي متنازع عليها هناك مادة دستورية يجب أن تطبق كل هذه الأمور مطلوبة أن تكون توصل إلى تفاهمات وأيضا دور الدور الإقليمي والدولي في هذا المجال أيضا مهم طيب أعود لك سيد أثيل أنت من خلال عملية التواصل مع أقليم كردستان وتتحدث عن قوات البيشمرقة اليوم هل تشعر بأن هناك من تعاون كبير ما بين قوات البيشمرقة للدخول مثلا بالتعاون مع الحجد الوطني أم أنها قد تفضل التعاون مع الحكومة المركزية وأنت أحدث مرة أخرى عن التحسس الذي قد يكون ما بين الحكومة المركزية وحكومة أقليم كردستان لا بالنسبة لنا يعني كحجد وطني نحن لدينا تنسيق كامل مع البيشمرقة وعملنا نقول في خندق واحد نحن نعمل في البيشمرقة ومناطق تواجدنا هي في جزء من المنطقة التي تواجد فيها البيشمرقة وحركتنا يعني من الناحية العملياتية العسكرية هي ضمن حركات البيشمرقة فبالتالي نحن ليس لدينا أي تقاطع مع البيشمرقة وهناك تنسيق كامل لكن بالنسبة إلى الحكومة العراقية أعتقد أن هناك أقليم كردستان لديه تحفظات معينة تجاه بعض القوات من الحكومة المركزية ليست كل القوات وبالتالي هو يريد أن يطمئن بأن هذه القوات التي تأتي إلى هذه المنطقة يجب أن تضمن أن لا تحدث مشاكل بعد التحرير وأن تكون مخصصة فقط لعملية محارب الداعش وهناك أيضا وجود بعض الصراعات السياسية يعني أنا كنت عندما ذكرت مثلا الشبك هناك فوج من الشبك يتدربون مع الحشد الشعبي وهناك فوج من الشبك مع البيشمرقة طيب فكل من هذين الفوجين له تطلعات سياسية مختلفة ويريد أن يتحرك بطريقة مختلفة الأمر نفسه مثلا بالنسبة إلى المسيحيين هناك مسيحيين مع الحشد الشعبي وهناك مسيحيين مع قوات البيشمرقة وأيضا اليزيدية القوات الحشد الشعبي تدعم بعض الفئات من اليزيدية بينما البيشمرقة ترى في أن هذا الدعم يؤثر على استقرار كردستان ولا يصب في مصنحتها لهذا هناك تخوفات من بعض هذه القوات وأنا أعتقد بالنسبة إلى أقليم كردستان أنه تخوف مشروع يجب أن يطمئنه بأن هذه القوة التي تأتي لن تؤثر على أمن الأقليم لن تؤثر على وضع الأقليم بعد التحرير فهناك بعض التفاصيل التي يجب على بغداد أن تحلها مع أقليم كردستان صحيح أنهم في الزيارات التي زارها سيد العبادي وسيد وزير الدفاع قد سمعوا كلاما طيبا من سيد مسعود البرزاني بأنه ليس هناك مانع وأنه هناك ربا في التعاون لكن هذه الرغبة في التعاون يجب أن لا يعني يفهموها على أنها يجب أن لا تحل بقية التفاصيل الصغيرة الموجودة والتي تشكل هما بالنسبة إلى الأقليم طيب برأيك هذه التفاصيل الصغيرة يعني ألا لا تعتقد أنها قد تكون هي معرقلة أو تكون هي الأوقت التي قد تأتي في عملية تحرير نينو يعني يبدو أن تحرير محافظة نينو يعني يأتي مع عملية التحرير هناك من أكثر من مفصل قد يكون هو جوهري يجب أن يحل قبل الشروع في دخولها ولهذا نحن نقول أن التحالف الدولي له دور مهم جدا لأن التحالف الدولي هو المنسق الرئيسي في هذه القضايا هو ينسق العمليات أو ينسق الجانب السياسي ينسق عقل الجانب السياسي أيضا هو الضامن هو الذي يستطيع أن يضمن بأن هذه القوات ستذهب بهدف واحد فقط ولن تتغير أهدافها يستطيع أن يعطي رمانات كبيرة أمام هذه الفوضى السياسية الموجودة في العراق فدور التحالف الدولي هو دور كبير وإن كان هذا الشيء لا يعلن أمام الإعلام لكن حتى لو كنت في منصب المحافظ لا أستطيع أن أصرح صراحة بأننا بحاجة إلى التحالف الدولي لكي ينسق العلاقة ما بيننا وما بين بغداد أو ما بين أي جهة أخرى لكن الآن أنا أتحدث كسياسي ليس لعلاقة بالمناصب الرسمية أقول هذا هو الواقع الواقع أننا نحتاج إلى ذلك الشريك الكبير الذي ينظم هذه العلاقة ويعطي ثقة أو يستطيع أن يعزز الثقة ما بين هذه الأطراف المتعددة طيب أعود لك سيد صبحي بمثل هكذا مخاوف هل يمكن أن تعتقد إلى أن أقليم كردستان وحكومة أقليم كردستان يمكن أن تراجع نفسها مرة أو مرتين قبل أن تكون هناك من عملية مشاركة أو أن تدخل في غرفة العمليات المشتركة لتحرير محافظة نينواغ هل يمكن أن نشهد مثل هكذا تفصيله؟ بالتأكيد كما أنا أؤيد ما قاله سيد أثيري نجيفي نحن لدينا طبعا بعض التحفظات وبعض الشروط خاصة في ظل تجارب سابقة حقيقة هناك لدينا في كاركوك وفي توس خرماتو الحاج الشعبي يحاول فرض سيطرته والدخول في أزمة كبيرة حقيقة مع البيشمرقة لكننا بالتأكيد لا نوافق على مثل هذا إذا كان هناك توجه نحو أمور غير أنه هي الانتصار على داعش نحن عندما ندخل مع الحكومة الاتحادية لا بد من تحديد دور كل المشاركين في هذه العملية وربما لدينا تجربة حالية حقيقة في الرمادي الحج الشعبي لم يشارك في عملية تحرير الرمادي واستطاع الجيش العراقي ومعه الحج العشائري من تحرير الرمادي وبدون الحج الشعبي لذلك لا شك أن تحرير الانتصار وأيضا يحتاج إلى مثل هذه الرغبة من كل الأطراف ونحن حقيقة غير مستعدين أن يكون هناك أمور أخرى غير عملية تحرير نينوى بالتحديد طيب سيد صبح المدلاء وأيضا سيد أثيري نجافي أبقوا معي فقط نتابع ماذا سنتحدث في الملف الثاني اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اذا مرحبا بكم الجديد وتوجه لك بالسؤال سيد صبحي يعني برأيك هل اليوم يمكن أن تقوم القيادة السياسية والحكومة حكومة تقليم كردستان بأن تضع يعني فلنقل هناك من شروط للدخول في عملية تحرير محافظة نينوى أو أن يكون هناك منضمانات لتحقيق ما تتحدث به خلال الفترات الماضية بالنسبة لمناطق المتنزع عليها المواد الدستورية مادة 140 غيرها يمكن أن تكون هذه جزء من عملية المشاركة بغية أن يكون هناك من تطمينات مستقبلية لتنفيذها بالتأكيد نحن في أقليم كردستان وحكومة أقليم كردستان عندما تقوم بالموافقة على المشاركة في عملية تحرير نينوى لا بد أن تكون هناك تفاهمات مشتركة ولا بد أن تكون هناك أسس بين جميع الأطراف كما أسلفنا هنا غرفة عمليات وهذه غرفة العمليات وأيضا هناك طرف آخر والتحالف الدولي وأمريكا بالتحديد لا بد أن تضع في حساباتها أن هناك مناطق المادة 140 طبعا هي مادة دستورية ولم تقوم حكومة الاتحادية بتطبيقها لغاية اليوم رغم أن هذه المناطق الآن أصبحت تحت سيطرة البشبرقة ولكن دائما نحن نجح إلى الحوار وإلى التفاهمات للوصول إلى تفاهمات مشاركة قبل الدخول في معركة ممكن ستكون هناك تضحيات فيها كبيرة وممكن أن تكون الحكومة الاتحادية عليها أن تكون مستعدة حقيقة لتحرير الموصول إلى هذه التفاهمات طيب أعود لك سيد أثيل سيد أثيل يعني تأخير عملية تحرير محافظة نينوه كان الموضوع هو سياسي أم عسكري؟ من أعتقد في جانب كردستان يعني قوات البيشمرقة والتحالف الدولي الموضوع هو سياسي فقط في كيفية إيصال الدعم إلى هذه القوات ومن هي الجهات المشاركة في هذه العملية أما من الناحية السياسية أنا لا أعتقد أن هناك إشكاليات كبيرة من الناحية السياسية في هذه الجبهة نقول الجبهة الشمالية للموصل والتي أصبحت الآن شمالية غربية شرقية يعني الموصل مطوقة من قبل قوات البيشمرقة من ثلاث محاور وبقي يبقى فقط المحور الجنوبي فهذه الجبهة تنسيقها مع قوات التحالف تنسيق عالي جدا قوات التحالف تستطيع أن تقدم الدعم الذي يعني تريد أن تقدمه هناك تعاون وتفاهم جيد ما بين التحالف الدول والقوات الموجودة على الأرض سواء كان قوات البيشمرقة وحتى قوات الحجد الوطني التي نحن نمثلها لكن الوضع ليس كذلك بالنسبة إلى نقول الجبهة الجنوبية الجبهة الجنوبية الوضع السياسي يعني لا زال يحتاج إلى كثير من الحسم في موضوع مشاركة الحجد الشعبي عدم الضغط على مشاركة جهات تربك العملية وتربك مستقبل نينة وما بعد التحرير والتحالف في الدول يصر أن يكون هناك وضع للموصل ما بعد التحرير يختلف عن ما كان قبلها لأن يعرف بأن أساس المشكلة هي ليست في داعش وإنما في السياسة الخاطئة التي مرست على هذه المنطقة والتي أنتجت داعش وأمثالها فبالتالي التحالف الدولي لديه احتياجات معينة من الحكومة العراقية الحكومة العراقية راغبة في أن تعطي مثل هذه التطمينات والعمل مع التحالف الدولي ولكن الحكومة العراقية في بغداد لا زالت لحد الآن مكبلة بتسلط الكثير من الميليشيات عليها وبنفوذ هذه الميليشيات في بغداد فهذه هي الأمور التي تحتاج إلى حسم فالتأخير أقول من الجبهة الشمالية هناك فقط التنسيق العسكري جاهز والنقطة التي كانت سابقا متوقفة وهي الدعم المباشر لقوات البيشمرقة الآن أعتقد أن المتحدة الأمريكية قد تجاوزت هذه النقطة وتستطيع أن تباشر بالدعم المباشر لقوات البيشمرقة بعد القانون الجديد الذي أصدرته وأيضا تستطيع أن تسلح قوات الحجد الوطني وفق هذا القانون لكن يبقى التنسيق مع الجانب الآخر في بغداد طيب سيد أثير هل يوم لديكم من معاناة مثلا بالحجد الوطني كان هناك خلال فترة تشكيله تذكر أنه كان هناك من معاناة بالنسبة لتهية الأجواء السلاح والأيتاد وأيضا من جانب آخر حتى الآليات التي قد تجهز للحجد الوطني اليوم هل الولايات المتحدة بعد القرار الذي تحدث عنه قد تكون هناك من ارتياح بالنسبة لكم لأن يسلح هذا الحجد بطريقة إيجابية خصوصا أنا كان لديك من تصريح قلتي لأنه قد يوازي القوات العراقية أو قوات كانت جزء من الجيش العراقي السابق نعم من ناحية التدريب مستوى التدريب أنا قلت هذا الكلام ليس من ناحية الحجم بالتأكيد الحجم هو أقل بكثير القانون الذي أصدرته إلى المتحدة الأمريكية يكون نافذا في شهر شباط في شهر شباط إذا ينتظرون تقهيرا من وزيري الدفاع والخارجية الأمريكي إذا العراق أو الحكومة العراقية لم تقم بتسليح وتجهيز هذه القوات عن طريقها فسيكون التجهيز مباشر لكن بالنسبة لقوات البيش مرقة أعتقد أن كان هنا قرار من الكونغرس قد تجاوز هذه الفترة وبدأ فعلا هناك تنسيق مباشر الآن مع قوات البيش مرقة فنحن ننتظر لحد الآن لم نستلم منهم أي شيء السلاح الذي لدينا هو سلاح لا أقول هو سلاح كامل ولكن هو يكفينا لبدء بمعاركة والآن حدثت بعض الاشتباكات ما بيننا وبين داعش وإن كان عن طريق القصف عن بعد واستطعنا أن نحق أيضا أضغارا بداعش خلال هذه العمليات وبالتأكيد التعاون مع قوات البيش مرقة في الجفة طيب هذه العمليات التي تحدث عنها كانت بالتنسيق مع التحالف الدولي أم أنها كانت مجرد عمليات قد تكون استباقية من قبلكم كانت بالتنسيق مع التحالف الدولي التحالف الدولي هو الذي قدم لنا إسناد جويا في أثناء هذه المعركة طيب أعود لك سيد صبحي اليوم في إقليم كردستان أيضا كان هناك أكثر من مرة من حديث من قبل كانت قيادة القوات البيش مرقة أو حتى القيادة السياسية فيها على أن هناك من عملية تأخير بتجهيز القوات البيش مرقة أو حتى بالنسبة لرواتبهم أولا وبعد ذلك أن يكون هناك من أعطاء حصة تقريب كردستان وقوات البيش مرقة من السلاح والعتاد هل تزال مثل هكذا جوانب هي تعاني منها قوات البيش مرقة وهل يمكن أن تعيق مثل هكذا تفاصيل أيضا مبدأ الثقة المتبادلة ما بينها وبين الحكومة المركزية نعم بالتأكيد الحكومة في بغداد حقيقة مقصلة كثيرا في دعم البيش مرقة البيش مرقة تحارب على مساحة أكثر من ألف كيلو متر يعني هذه المساحة الكبيرة تحتاج إلى الكثير من الاعتاد والكثير من حتى من الناحية الاقتصادية يعني حكومة بغداد لحد الآن لم تستطع أن تتجاوب مع تحقيق الموازنة ومع حقوق شعب كردستان وقطعة الموازنة كل هذه الأمور حقيقة تؤدي طبعا إلى صعوبات كثيرة ولكن حقيقة نحن هنا نشير إلى الدعم التحالف الدولي حقيقة كان أنه حقيقة دعم كبير خاصة بعد تأكد التحالف الدولي أن قليم كردستان هو المنطقة الأكثر تحررا والمنطقة الأكثر أمانا وثقة لهم في أن تحقق ما تصب إليه من هزيمة داعش وتحقيق انتصارات كثيرة لكن هذا لا يلغي أنه حاجتنا حقيقة إلى أنه حكومة بغداد أن تتفهم احتياجات البيشبرقة وحتى أنه منذ عام 2004 أو لحد الآن حتى رواتب البيشبرقة لم تقدم يعني في كل سنة نجد في الموازنة موجودة أنه البيشبرقة هم رواتبهم من وزارة الدفاع ولكن للواقع العملي هم لا يدفعون أي مبلغ إلى البيشبرقة بالتأكيد لا بد من الحكومة بغداد إذا فكرت جديا في عملية تحريد نينوى وغيرها أن توصل هذه التفاهمات وأن تتفاهم مع الحكومة العراقي في حل هذه الإشكالات طيب أيضا سيد أثين وأيضا سيد صبحي أبقوا معي سنأخذ تقرير الذي عده لنا الزميل عمر الزيدي من داخل محافظة نينوى والذي صلط به الضوء على القليل مما قد يعانيه هؤلاء أهالي محافظة نينوى نتابع تحضيرات احتفالات أعياد رأس السنة الميلادية في معظم بلدان العالم أوشكت على الانتهاء لكن في العراق وتحديدا الموصل الأمر مختلف تماما فهذه المدينة تدخل عامها الثاني وهي خارج نطاق سيطرة الحكومة العراقية أما سكانها فهم ينتظرون قرع طبول الحرب وتحرير مدينتهم فليس أمامهم خيارات كثيرة وهم يفكرون بمن سيستعينون لتخليص محافظتهم من سيطرة تنظيم داعش الذي يحتل معظم أجزاؤها منذ العاشرة حزيران يونيو من العام الماضي الناس سوى عيد ميلاد رأس السنة احتفالات ونحن تلات لنا الجوع والقصف على رأسنا والبرد ونحن قصرنا ايدنا من حكومة المركزية قنبر كلها تذب في تذب في تذب فنحن ما نقول غير حزبي الله ونعمل وكيل 2015 قصد ماشينا غير الضيم نخلنا في 2016 الناس ستحتفل بعيد الميلاد ونحن نحتفل بالقصف الطيران وما ندري الصواريخ من لين تجينا والناس تكتل قدام عيوننا وبالقصف داعش تبتلبينا وقرائبي وحنا وقوبنا ما نعرف وحنا بالنسبة للحكومة العراقية غسلنا ايدنا منها حكومة الموصد ما نقول غير حزبنا الله ونعمل وكيل فحنا نطالب بالدول العربية والتحالف الدولي والتحالف الإسلامي وكل خير بلنوا يجلون يساعدونا وتعيش المدينة أوضاعا إنسانية في غاية الصعوبة نتيجة للحصار الخانق المفروض عليها فلا رواتب لموظفيها منذ ثمانية أشهر ولا مشتقات نفطية ومواد غذائية الجوع الآن هو سيد الموقف الذي بدأ ينخر في أجساد أهالي هذه المدينة لا عدنا غاس لا عدنا غاس لا عدنا بانزين لا عدنا أكل لا عدنا فلوس فلوس مط يعني فلوس عبالك عتتبخر يعني اللي كان عنده كان فلس وأكلهم وقعد بالبيت هش عمل حتى خبرواتا ما يقدر يشترك ومع غياب سلطة القانون في ثاني أكبر مدينة عراقية يغيب عنها العلم هو الآخر بعد أن قاطع الطلبة مدارسهم التي باتت تحرض على العنف في سابقة خطيرة تهدد جيلا متكامل بالجهل عمواذا أكثر من شهرين ما عدنا كهرب حتى ما يمن ماكو بالأسبوع يجي ساعة ممي أبو يمن قاعد بطال بالبيت لكو شغل لكو عمال وما عدنا أكل بالبيت قليل عدنا أكل بالبيت ومدارس راح يروح على لنمسنتي بمدارس آس سنة جاي من ما راح نروح للمدارس بس ريضي تحرى الموصدر راح نرجع للمدارسنا هيدا رجع للمدرسة يبدو أن الحصار المفروض على هذه المدينة بات أشبه بحصار نادر شاه عندما حاصرها لمدة أربعين يوما فليوم وبعد أكثر من عام ونصف العام على احتلالها من تنظيم داعش تغيب شمسها عن العراق وذكر سكانها المحاصرين الذي بات مصيرهم مهدد بالقتل والجوع والجهل عمر الزيدي قناة التغيير طيب أعود لك سيد صبحي يعني قد يكون السيناريو الخاص بتحرير محافظة نينوى يعني هي عبارة عن معركة وهناك سيكون من قصف جوي ودخل قوات عسكرية قد يكون هو مشابه لما حصل في مدينة الرمادي هل تعتقد اليوم قليم كردستان مستعد لاستقبال نازحين آخرين من محافظة نينوى وقد تكون هذه نقطة مفصلية باعتبار إلى أنه عندما بدت المعارك في الرمادي كان هناك أيضا من نازحين عوائل هل يوم قليم كردستان مستعد أيضا لإستقبال نازحين أكثر بعد يعني أولا أنا باعتقادي أنه وضع حلول لما بعد تحرير نينوى حقيقة الموصل مدينة كبيرة ومدينة عريقة ولا بد أن تكون هناك تهيئة نفسية ووضع حلول للمشاكل التي ممكن أن تنجم بعد ما تم عملية تحريرها نينوى بحاجة حقيقة إلى جهود كل الخيرين من أجل الابتعاد عن الثارات وغيرها من الأمور التي قد تحصل في الموصل أما فيما يقص النازحين فحقيقة أقليم كردستان أيضا يعاني من هذه الموضوع وهناك كما تعلمون أكثر من مليون ونصف لاجئ في أقليم كردستان وبالتأكيد عملية تحرير نينوى ستودي إلى نزوح الأعداد أيضا كبيرة أخرى في أقليم كردستان نحن في أقليم كردستان حقيقة لا نستطيع أن نقف بوجه أحد أو نازح طالما نحن عانينا من هذا الموضوع وعشنا عمليات النزوح وغيرها ولكن بالتأكيد لا بد من وجود بناء تحتية أخرى لا بد من وجود خدمات لا بد من وجود أمور كثيرة لاستيعاب هؤلاء النازحين في ظل ظروف صعبة اقتصادية معروفة للجميع وفي ظل أزمة اقتصادية يعيشها الأقليم لا بد من كل الأطراف أيضا أن تقوم بوضع حلول لهذا الموضوع والاستعداد لاستقبال هؤلاء اللاجئين في أقليم كردستان طيب سيد أثين يعني أيضا أعود لفسي ملف ملف الإنسان الخاص بأبناء محافظة نينوى بوجود مثل هكذا عمليات قد تكون هناك أيضا من عملية نزوح مثل ما تحدث قبل قليل هل أنت كقائد للحجد الوطني هل كان هذا من ضمن الخطط التي قد تضعونها في المستقبل القريب لاستيعاب هؤلاء أن يكون هناك من إشارة مثلا لأعداد تقريبية لاستقبال هؤلاء الذين سيفروا من زخم المعارك الموجود في داخل المحافظة قبل أن أجيب على هذا السؤال يعني أودا أقف قليلا عندما تحدث به بعض الإخوان الذين هم من الموصل عن المأساة الموجودة في مدينة الموصل وهذه المأساة يعني حقيقة هي مبكية بشكل كبير جدا لأن يعني هذه المدينة التي تخلى عنها العالم لفترة سنة ونصف بقيت لا زالت تنبض بالحياة تركها العالم كله كما تركتها الحكومة المركزية فريسة لداعش ولكن وقطعت حتى الرواتب عنها وقطعت الخدمات عنها ولكن هذه المدينة لا زالت لحد الآن رغم تعرضها لهذا الحصار الطويل لا زالت مدينة تنبض بالحياة وفيها الناس يعيشون رغم المأساة التي يعيشونها فهذه حقيقة هي وضع الموصل الحالي لا بد أن يؤخذ بنظر الاعتبار أثناء هذه المعركة أنا واثق أن لا نحن ولا أيضا أقليم كردستان من خلال ملاحظاتي ورقاءاتي مع قيادات أقليم كردستان أيضا يصيرون على أنهم لن يكونوا شركاء في معركة تكون مؤلمة لمدينة الموصل نحن وأقليم كردستان نحن أبناء المدينة وأقليم كردستان هم جيران المدينة لا يريدون أن يكونوا شركاء في معركة تكون نتائجها التاريخية سلبية عليهم أو أنهم يحظون بعداء أهل الموصل بعد تحريرها إذا كانت المعركة غير نظيفة ومعركة لا تعير اهتماما لسلامة المدينة وسلامة مواطنية من صاحب المسؤولية في هذا الموضوع؟ ولهذا نحن من يتحدث عندما نتحدث حول خطط عسكرية أو نناقش مثل هذا الأمر الأول ما نناقشه هو سلامة المدنيين مدنيين موصل وأنا أيضا كما قلت من خلال لقاءاتي مع قيادات أقليم هم نفس الفكرة لا يريدون أن يدفعوا أو يكونوا شركاء في مثل هذه العملية ولهذا مع التحالف الدولي ومع الخطط الموضوعة كل التركيز يأتي على كيفية سلامة المدنيين وعدم تعيضهم للأذى طيب لكن سيد أثير فقط في هذه المداخلة في هذا الموضوع عدد المدنيين في داخل محافظة دينة وأعداد كبيرة يعني تقدصب تقريبا حوالي إلى ثلاث ملايين شخص كيف يمكن أن حفاظ على سلامة هؤلاء جميعا في الضوء؟ معركة قد تكون هي من أشرس المعاركة التي يمكن أن تأتي على تاريخ العراق الحديث طبعا هذا يعتمد على نوع المعركة معارك المدن معارك تحيير المدن بأشكال مختلفة هناك معارك المعركة من شارع لشارع وهذه المعركة تؤدي إلى تدمير المدينة وبالتأكيد ستؤدي إلى نزوح كل المدينة كما حدث في الأنبار وفي هذه الحالة يحتاجون إلى ممرات آمنة لخروج الناس والموصل حقا مليونين وليس ثلاث ملايين مليونين نسمة لكن نحن نتوقع أن يكون النزوح بما يعادل حوالي 500 ألف نسمة يعني ربع السكان يمكن أن ينزحوا من المدينة أما هناك طرق أخرى في تحرير المدن يكون عن طريق قضم المدن يكون عن طريق حصارها ثم التقدم التدريجي فيها يكون عن طريق تحريض المواطنين في داخلها هذه الطيق الأخرى لا تؤدي إلى نزوح السكان من المدينة بل على العكس وجود السكان في المدينة يكون عامل مشجع للقوة المهاجمة ويساعد القوة المهاجمة على التحرير طيب سيدة ثيري النجافي القائد الحجد الوطني لتحرير نينوى شكرا جزيلا لك كنت معي في هذا البرنامج وأيضا شكر موصول للسيد صبح المندلاوي عضو الحزب الديمقراطي الكردستان كنت معي من أربيل مشاهدين الكرام كنا في جواب قاطع نتحدث عن أبرز ما قد تأتي إليه الأمور أو تأول إليه الأمور ومن سينيارات المحتملة لتحرير نينوى وخصوصا بعد حديث الحكومة العراقية عن قرب تحريرها نتمنى ذلك بسلامة أهلها في داخل نينوى وفي خارجها نتمنى لكم طيب المتابعة دائما إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة